بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى المبين يقابل المجمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لم أنهى الحديث عن المجمل شرع بعد ذلك في الحديث عن المبين والمبين بفتح اليائي وهو ما قبل الأخير اسم مفعول من بينت الشيء تبيانا أي أوضحته وضبط هذه الكلمة إنما يكون بفتح ما قبل الأخير المبين وإن أمكن في بعض الأحيان كسرها فيقال المبين إذا كان يسبقه نص وسيأتي بعد قليل أنه لا يلزم أن يسبق المبين نص مجمل وسيأتنا إن شاء الله الحديث عنه بعد قليل والأصوليون رحمهم الله تعالى لهم طريقتان في الحديث عن أحكام البيان والمبين إحدى هاتين الطريقتين إفراده بحديث مستقل بكتاب أو بباب ومن أشهر من أتى بهذه الطريقة الإمام الشافع رحمه الله تعالى في الرسالة فإنه أفرد الحديث عن البيان إفرادا واسعا والطريقة الثانية هي طريقة أغلب المتكلمين وهي التي مشى عليها المصنف وغيره حيث جعلوا البيانة تابعا للمجمل فيجعلون الحديث عن المبين بعد الحديث عن المجمل وهذه الطريقة هي التي مشى عليها المصنف وابن الحاجب وكثير من الأصوليين وقد مال لهذه الطريقة الغزالي ونظر لها فقد ذكر الغزالي أن عادة الأصوليين قجرت بعقد كتاب مستقل للبيان ويقصد بالأصوليين قبله ثم ذكر بعد ذلك أن النظر في هذا المبحث وهو البيان والمبين لا يستحق أن يفرد بكتاب مستقل قال الغزالي فإن الخطب فيه يسير والأمر فيه قريب وأولى المواضع أن يذكر بعد المجمل هذا كلام الغزالي ولكن في كلامه نظر وممن بيّن ذلك ابن بهادر في شرح في البحر المحيط فقد ذكر أن الحديث في البيان ليس من الأمر السهل وإنما أمر البيان من أهم الأمور فإنه من أساليب الخطاب بل هو أهم أساليب الخطاب كما عبر ابن بهادر الزركشي ثم قال إن الشافعي صدر كتابه الرسالة بالحديث عن البيان ولكي نفهم ذلك لابد أن نعلم أن المبين وهو النص الذي يكون موضحا وبينا يشمل أمرين وفهمك لما يشمله المبين يبين لنا ما الذي يتناوله هذا المبحث نقول إن المبين يتناول أمرين الأمر الأول أن يكون اللفظ مبينا من غير ورود نص سابق له وذلك أن ما ورد في القرآن قد يكون بينا بنفسه ابتداء من غير حاجته لمفسر بعده ومبين ولا يوجد قبله مبين ونص مجمل قبله وهذا النوع من البيان لا يتكلم عنه الأصوليون كثيرا وإن كان هو مرادا وهذا هو ظاهر القرآن فإن الله عز وجل بينا في القرآن ومن تبينه للقرآن ما كان لفظا ابتداء مبينا النوع الثاني من أنواع المبين المبين الذي يكون بعد لفظ سابق له وهذا له حالتان بمعنى أنه يسبق لفظ ثم يأتي بعده لفظ آخر يكون الثاني مبينا للأول فيسمى الثاني مبينا وهذا له حالتان باعتبار اللفظ الأول السابق للفظ المبين الحالة الأولى أن يكون اللفظ المتقدم مجملا وحينئذ فإن البيان يكون بيان مجمل والمجمل لا يمكن العمل به حتى يأتي المبين له وهو اللفظ المبين والحالة الثانية أن يكون النص المتقدم ليس مجملا وإنما هو ظاهر في معناه بمعنى أنه يمكن العمل به دون اللفظ المبين وبناء على ذلك فيكون اللفظ المبين حينئذ إما من باب تخصيص العموم وإما من باب تقييد المطلق أو نحو ذلك من الأمور المتعلقة بتبيين وتحقييد الحدود المتعلقة بالنص الأول إذا عرفت ذلك عرفت كيف أن الحديث عن البيان شامل لأغلب القواعد فإن التخصيص كله داخل في البيان والتقييد كله داخل كذلك في البيان وبيان المجمل داخل في البيان وطريقة المتأخرين من بعد الغزال بتخصيص الحديث في البيان فقط في بيان المجمل فيه نظر هذا من جهة ومن جهة أخرى أن معرفتك هذه الأقسام مفيد في فهم بعض المباحث التي ستتين بعد قليل حيث سيورد المصنف بعد قليل مباحث متعلقة بالتقييد للمطلق والتخصيص للعام وصرف الأمر بالقرينة عن ظاهره وكل هذا في الحقيقة إنما هو من باب البيان بالمعنى العام لا بالمعنى الضيق الذي هو أحد أنواع البيان الذي قد يعني يتساهل كثير من المتأخرين من الأصولين بتخصيص هذه اللفظة عليه وهذا التقسيم الذكرت لك مهم جدا لكي تعرف جميع صور البيان فإن صور البيان لا تخرج عن هذه الثلاث قسمان والقسم الثاني له حالتان فتكون ثلاثة صور لا يخرج عنها اللفظ المبين وقول المصنف رحمه الله تعالى يقابل المجمل عبر المصنف بقوله يقابل أي أنه مقابل للمجمل فما يكون في المجمل من صفة يكون مقابلها في المبين وعبر المصنف بالمقابلة مع أن بعض من أهل العلم كابل النجار الفتوحي قابل بالضد فقال إنه ضده فجاء بعده البهوت فقال بل إن المبين نقيض المجمل وليس ضده نقيض وذكر تلميذ البهوت وهو الخلوة قال لوجود استشكالات على التعبير بالضد وذلك كما تعلمون أن اللفظين إذا كان نقيضين فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان وأما إذا كان ضدين فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان فيأتي غيرهما واللفظ لا يوصف إلا إما بكونه مبينا أو بكونه مجملا والصواب أننا حيث قلنا إن البيان أو عفوا إن المبين أشمل من المجمل فإنه يدخل حتى في تبيين المبين قبل ذلك فإنه يكون التعبير بالمقابلة أدق كما عبر المصنف رحمه الله تعالى وقوله يقابل المجمل أي حيث عرفت المجمل بتعريف فإن المبين يقابله وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نعرف المبين بأنه اللفظ دائماً اعرف أن المبين هو اللفظ فنقول إن المبين هو الذي لا يحتمل إلا معناً واحداً فلا يحتمل غير المراد منه فلا يحتمل غير المراد منه بخلاف المجمل فإنه يحتمل المراد منه وغير المراد نعم أما البيان قال في العدة والتمهيد إظهار معنا للمخاطب وإيضاحه نعم الأصليون رحمه الله تعالى يفرقون بين المبين والبيان وقبل أن أذكر ما فرق به المصنف بين البيان والمبين لابد أن نورد توضيحاً لاستخدام الأصليين لمصطلح البيان فقد ذكر الأصليون أن البيان يطلق على ثلاث استخدامات الاستخدام الأول أنه يطلق على الفعل أي التبيين فحينئذ فيكون فعل المبين بياناً وهو الفعل هذا المعنى الأول وهو الذي أراده المصنف عندما يريد تعريف القاضي أبي أعلى ومن تبعه الأمر الثاني أنه يطلق البيان على متعلق المدلول أو متعلق عفواً على متعلق التبيين وهو المدلول وهو الذي يسمى المبين فيكون رديفاً للمبين حينئذ إذن فالاستخدام الثاني يكون البيان والمبين مترادفين لأنه من باب إطلاق البيان على متعلق التبيين الاستخدام الثالث أنه يطلق البيان على الشيء الذي يحصل به وهو الدليل إذن عندنا ثلاث استخدامات للبيان تارة يكون مترادفاً مع المبين فالبيان والمبين سوى وذلك إذا أطلق على متعلق التبيين وهو المدلول المبين والحالة الثانية والثالث يكون مختلفاً وقد اقتصر المصنف على الحالة الثانية وهو أن يكون البيان يطلق ويراد به ويطلق ويقصد به التبيين وهو الفعل وذلك يقول المصنف أما البيان هذا يدلنا على أنه يغير بينهما فقال أما البيان قال في العدة يعني القاضي أبو يعلى والتمهيد يعني به أبو الخطاب إظهار المعنى للمخاطب وإضاحه وبناء على ذلك فإن قبل أن أشرح هذه الألفاظ فإن الفرق بينهما أن البيان فعل والمبين اسم لللفظ فالمبين هو اسم اللفظ والبيان هو الفعل وهو الإضاح قول القاضي ومن تبعه كأب الخطاب ومثلهم وبنعقيل وغيرهم قال هو إظهار المعنى الإظهار هو الفعل المعنى للمخاطب لأنه لا يمكن أن يكون مبيناً إلا باعتبار المخاطب دون المخاطب لأن المخاطب قد يكون بل قطعاً سيكون المعنى عنده واضحاً وبيناً وإضاحه أي ونفي المعنى المتردد فيه وهذا الذي مشى عليه القاضي وغيره وقد ذكر السرخس ويصح السرخس في ضبط هذا الاسم ذكر الضبطين ابن حجر في تبصير المنتبه فقد ذكر السرخس في أصوله أن استخدام البيان بمعنى الفعل وهو إظهار المعنى المخاطب هو استخدام أكثر الحنفية وكذلك أكثر الحنابلة نعم مسألة الفعل يكون بياناً عند الأكثر خلافة للكرخي وبعض الشافعية نعم هذه المسألة أوردها المصنف فيها إشارة لما يكون به البيان والبيان يحصل بأمرين إما بالقول وهذا بإجماع ولا خلافة فيه وإما أن يكون بالفعل وهو الذي أورد المصنف فيه الخلاف يقول المصنف الفعل أي فعل المخاطب يكون بياناً أي بياناً للفظه الذي تكلم به وقوله يكون بياناً أي سواء سبق هذا الفعل إجمال أم لا فقد يكون ذلك الفعل مقيداً لمطلق أو مخصصاً لعموم وقد يكون بياناً ابتدائياً هكذا وقول المصنف الفعل طبعاً مرى طبعاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون بياناً عند الأكثر هذا قول أكثر الفقهاء كما نص على ذلك جماعة منهم السرخص وغيره وممن جزم به من أصحاب أحمد القاضي وتلاميذته كأبي الخطاب وبن عقيل والموفق والشارح وبن مفلح وكثير ينصون على هذا وأمثلته كثيرة جداً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فبيّن صفة الحج والطواف والعمرة وكذلك بيّن نبي صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة ونقلت عنه كأفعال ومثله الوضوء لما نقل عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خلافاً للكرخي من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وهذا القول الذي نقله عن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي نقله الشيخ أبو إسحاق الشرازي في التبصرة وقال إن بعض أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز البيان بالفعل مفاقاً للكرخي وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص به عموم ولا يقيد به مطلق نهيك أن يبين به المجمل صرح بهذه الأمور الثلاثة أو بعضها الشيخ أبو إسحاق الشرازي في التبصرة وهذا خلافاً كما ذكر المصنف لقول أكثر أهل العلم نعم مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة واعتبر الكرخي المساوات طيب هذه المسألة أوردها المصنف من المسائل التي طال فيها الجدل وهي من المسائل المتعلقة باللفظ المبين مع اللفظ المبين فإذا ورد لفظاني أحدهما مبين والآخر مبين وقد مر معنا قبل قليل أن اللفظ المتقدم وهو المبين قد يكون مجملاً وقد يكون عاماً وقد يكون خاص وقد يكون مطلقاً والتبين يكون إما بتقييد أو بتخصيص أو بتوضيح المجملي أي توضيح معناه وقد يكون غير ذلك يقول الشيخ نعم في هذه المسألة أورد المسال المتعلقة بالنظر المبين والمبين باعتبار القوة والضعف فهل يلزم أن يكون في درجة واحدة بمعنى أن يكون متساويين أم يجب أن يكون المبين وهو اللفظ المبين الواضح يكون أقوى من اللفظ المجمل ونحوه أم لا يلزم ذلك ويجوز أن يكون أضعف هي ثلاثة أقوال بالقسمة العقلية لا يوجد غيرها وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف أريد أن نعرف أن القوة والضعف ينظر لها من جهتين أوردهما المصنف كاملتين الجهة الأولى باعتبار قوة الرتبة والجهة الثانية باعتبار قوة الدلالة بدأ المصنف أولاً بالنظر إلى اعتبار قوة الرتبة بين اللفظ الذي يكون مبيناً واللفظ الذي يكون مبيناً له ومعنى قولنا إنه باعتبار الرتبة أي باعتبار قوته هل هو متواتر أم أحد فإن مرتبة المتواتر أعلى من مرتبة الآحد وهذا معنى قوة الرتبة ذكر المصنف القول الأول وهو قال يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة أضعف مرتبة يعني أن يكون باعتبار الثبوت فيجوز أن يكون البيان بالأحد لمتواتر وهذا القول الذي نسبه المصنف الأكثر هو أكثر أهل العلم وأكثر فقهاء الحنابلة كذلك فهو المشهور عند الملاهب الأربعة ونص عليه أكثر أصحاب أحمد فمن جزم به القاضي وتلامذته كأب الخطاب وغيره وبالمفلح والموفق وأكثر أصحاب الإمام أحمد وقد ذكروا أن هذا القول وهو قول الأكثر قد نص عليه أحمد فقد جاء في رواية الفضل بن زياد أن أحمد سئل عن حديث أن السنة قاضية على الكتاب فقال أحمد ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتبينه فنص أحمد على أن السنة مبينة للكتاب وإن كانت أضعف مرتبة بأن كانت أحادا وأمثلت كون السنة مبينة للقرآن أكثر من أن تحصى عددا بل هي كثيرة جدا وأغلب ما في السنة من تقييد وتخصيص وتبين المجمل هو من هذا الباب القول الثاني أورده المصنف قال واعتبر الكرخي المساوة أي أن الكرخي قال إنه لا بد أن يكون المبين والمجمل متساويين في القوة فالأضعف لا يكون بيانا للأقوى من حيث الرتبة وهذا القول يعني عندما قال إنه لزم من المساواة يقصد بأن لا يكون أضعف وأما إن كان أقوى فلا شك أنه جائز فالقرآن يبين السنة عنده من باب المفهوم الأولوي كما لا يخفى هذاني قولاني أورده المصنف هناك في المسألة قول ثالث لم يرده المصنف وهي قول عند بعض أصحاب أحمد قال به ابن حمدان في المقنع وغيره وهو أن البيان لا يصح أن يكون أضعف ولا مساوي بل لا بد أن يكون أقوى وهذا نسب لابن حمدان وأما قول الكرخي على الذكر المصنف فقد قال به من الحنابلة الطوفي في جزء له صغير غير الذي قرره في شرح مختص الروضة فإنه في شرح مختص الروضة قرر قول الجمهور وهو أنه يجوز البيان بالأضعف لكنه في جزء له صغير سماها قاعدة جليلة في الأصول طبعت قرر في هذا الجزء أنه لا بد من المساوى لا بد أن يكون مساويا ثم ذكر قال ولكن الجمهور على قول على القول بأنه يجوز البيان بالأضعف من حيث الرتبة فالتخريج على قول الجمهور ولكنه من حيث التنظير ذهب لقول الكرخي نعم ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى دلالة عند القائل به نعم هذه هي المسألة الثانية وهي التبيين باعتبار القوة أي باعتبار قوة الدلالة وقبل أن أبدأ في الخلاف هذه المسألة وتوضيح ما أورده المصنف لأن كلام المصنف يحتاج إلى توضيح عندما نقول قوة الدلالة أي في الوضوح في المعنى وهذا واضح وخاصة في المجمل وفي المبين فإنه المجمل إذا كان مترددا بين معان فلا بد أن يكون أوضح منه على سبيل التحديد على سبيل التبيين لكي يكون مبينا فلا يبين اللفظ المجمل ما كان مجملا مثلا فالمجمل لا يزيده إلا إجمالا طيب اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهي كون المبين أقوى من حيث الدلالة من ما بين به على ثلاثة أقوال وانتصر المصنف للأخير ووقف عند الأخير وذلك من المهم ذكر الأقوال الثلاثة أول هذه الأقوال الثلاثة أنه لا يصح البيان بالأضعف دلالة وهذا الذي جزم به الطوفي في شرح المختصر ونسبه المرداوي لبن الحاجب والآمدي وبن حمدان كذلك في المقنع أي المقنع في كتب الأصول القول الثاني وهو أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين به أو اللفظ المبين وهذا القول ذكر المرداوي أن عليه أصحاب الإمام أحمد وقول الأكثر القول الثلاث هو الذي أورده المصنف وهو التفريق بين نوعين النوع الأول إذا كان المبين لعام أو مطلق والحالة الثانية إذا كان المبين لمجمل قال فإن كان المبين لمطلق أو عام فلابد أن يكون أقوى دلالة ليكون حينئذ واضحا وظاهرا في الدلالة على المعنى وأما إذا كان المبين مجملا فلا يشترط أن يكون أقوى منه وإنما يكتفى بأقل دلالة تدل عليه هكذا ما ذكره وهذا التفصيل القول الثالث هو الذي اختاره الآمدي وقد جزم ابن مفلح أنه هو مراد الفقه قال وأحسبه اتفاقا وهو الذي ذكره المصنف انظر معي ما هي عبارة المصنف يقول الشيخ ويعتبر كون المخصص والمقيد فالمخصص والمقيد هو اللفظ المبين الذي جاء بعد العموم وبعد الإطلاق أقوى دلالة مفهوم ذلك أن المبين إذا كان للإجمال فلا يلزم أن يكون أقوى دلالة وقد ذكر ابن مفلح أن هذا القول قال أحسبه اتفاقا بين أهل العلم ويكون بين ذلك يعني قد جمع بين الأقوال تبعا للأهمدي وقول مصنف عند القائل به يعني أنه يلزم أنه يلزم أن يكون أقوى دلالة عند القائلين بأنه يصح تخصيص المتواتر بالأحد وتقييد المتواتر بالأحد إذن فقوله عند القائل به أي عند القائل بأنه يصح تخصيص وتقييد المتواتر بالأحد نعم مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق نعم هذه المسألة وهي مسألة تأخير البيان أريد أن نعرف مسألة لفظان متقاربان الفرق بينهم حرف هذا الحرف يتغير فيهما الحكم تأخير البيان يقول العلماء تنقسم إلى قسمي تأخير البيان عن وقت الحاجة والثانية تأخير البيان إلى وقت الحاجة ففرق بين مسألتي عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة المصنف رحمة الله تعالى بدأ بأولى المسألتين وسيرد المسألة الثانية بعدها وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجب أن تعلم أنه لا تلازم بين المسألتين فإن بعض الناس قد يقول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مع منعه من تأخيره عن وقت الحاجة فلا تلازم ليس كل من قال بالجواز في الثانية قال بالأولى نعم بدأ بالمسألة الأولى فقال الشيخ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا القول جزم به عامة الأصوليين والذي نص عليه من فقهاء الحنابلة بالعشرات ودائما يستدلون بها في كتب الفقه والاستدلال بها كثير جدا فيقول إن الحاجة لهذا الحكم جاءت في عائد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين بتقييد مطلق أو بتخصيص عام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فحينئذ فإن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل النذب أو نحو ذلك من استدلالاتهم والقول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حكي الاتفاق عليه ممن حكل اتفاق عليه ابن عقيل حكل اتفاق عليه ممن حكل اتفاق عليه أيضا الشيخ تقييدين في أكثر من موضع في بيان تلبيس الجهمية وفي درء التعارض وكثير من أهل العلم حكوا الاتفاق عليه وقول مصنف إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق أي إلا الذين القائلون بتكليف ما لا يطاق فإنه يمكن ذلك صورة ذلك قالوا لو أن شخصا أو لو أنه قيل لو أن الشارع قال صل غدا ولم يبين لنا صفة الصلاة وكيفيتها حتى جاء الغد فإنه مأمور بالصلاة ولم يبين له صفتها فحينئذ يقولون إن هذا ممنوع فيكون باب التكليف بما لا يطاق كذلك أيضا لو قال آت الزكاة إذا تم حولك ثم بعد ذلك لم يبين له ما المال المزكى ولا صفة الزكاة ومن الذي يعطى الزكاة وغير ذلك من الأحكام فدل ذلك على أنه لا بد من التبيين وخاصة إذا كان التبيين المجمل إلا إذا كان من باب التكليف بغير المطاق الذي هو المحال فإن هؤلاء يجوزون من باب الجواز العقلي والذين يقولون بذلك أي بالجواز العقلي لا يرون له وقوعا في أحكام الشرع فإنه لم يقع في الشرع تكليف بمحال كذا ذكر جماعة من الأصليين نعم قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب نعم هذا الكلام الذي نقله الشيخ أو المؤلف عن أبي العباس وهو الشيخ تقي الدين هو بمثابة التقييد للمسألة السابقة فكأن المصنف يقول إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن تأخيره قد يكون مصلحة لكن قبل وجود وقت الحاجة يقول الشيخ تقي الدين في بيان هذه القاعدة أو ردها هنا يقول التأخير للحاجة إما من جهة المبلغ أو المبلغ فالمبلغ قد لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعاً يقول أن البيان قد يكون في تأخيره لكن قبل وقت الحاجة مصلحة قد يكون فيه مصلحة نعم وهو تأخير البيان أي قبل وقت الحاجة هو البيان الواجب أو المستحب فيجب الإتيان به أحياناً فمراد المصنف إذن ليست الفورية في البيان هو المشروع بل إن التأخير قد يكون هو المستحب أو هو الواجب لكن بشرط أن لا يصل إلى وقت الحاجة مثال وقت الحاجة أن يكون الواجب مضيقاً بزمن فينقض ذلك الوقت المضيق ولم يكن قد أتى بالبيان نعم وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قودان نعم هذه المسأة الثانية وردها المصنف وهو تأخير البيان إلى وقت الحاجة الأولى عن وقت الحاجة والثانية إلى وقت الحاجة معنى ذلك أنه هل يجوز أن يؤخر الشارع بيان عن وقت الخطاب البيان عن وقت الخطاب إلى حين وقت الحاجة وهو وقت الامتثال بأن يكون فيها الواجب مضيقاً ويجب الامتثال فيه قال المصنف فيه عن إمامنا روايتان أي منقولتان عن إمام أحمد جزم بأنهما روايتان جماعة منهم بن عقيم وغيره قال ولي أصحابنا قولان أي قولان في هذه المسألة والقولان في هذه المسألة أحدهما أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهذا القول قول جماعة من أصحاب أحمد منهم أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي وتلميذه القاضي أبو يعلى وتلامذته أبو الخطاب بن عقيل والحلواني وكثير من المتأخرين كالطوف وغيره وقد أخذت هذه الرواية وهو جواز التأخير إلى وقت الحاجة أخذت من كلام أحمد في رواية صالح حينما قال إذا وربت الآية عامة ينظر ما جاءت به السنة فإنه دليل على ظاهرها فأخذ من ذلك أنه يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة القول الثاني أنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أي لا يجوز تأخيره من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وقد نقلها نصا عن الإمام أحمد أبو الحسن التميمي في جزئه في الأصول واختارها أبو الحسن ووافقه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال هذا القولان في المسألة هناك قول ثالث نقله في المسود عن غير أصحاب أحمد ونقله في التمهيد عن بعض أصحاب أحمد وهو التفريق بين نوعي المبين فقالوا إن كان البيان لمجمل فإنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وأما إن كان البيان لعموم فلا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا القول فقط نسبه في التمهيد لبعض أصحاب أحمد وإنما هو مشهور عن كثير من أصحاب الشافعي كما في المسودة فقد ذكر المسودة أنه قاله ابن حامد المروزي وبه قال الصيرفي وجماعة من الشافعية إذن هذه ثلاث أقوال في المسألة ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما إذا جاء لفظ عام يحتاج تقييدا يحتاج تخصيصا أو مطلق يحتاج إلى تقييد وتراخى عنه قبل وقت الحاجة فهل نقول إن هذا المتراخ عنه إلى وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هل هو مقبول أم ليس بمقوله هو متفرع عن هذه المسألة نعم مسألة يجوز على المنع تأخير إسماعي المخصص الموجود عند الأكثر ومنعه أبو الهدي والجباء ووافق على المخصص العقلي نعم المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن هذه المسألة شرع بالتفريع على المنع أي عن المنع عن تأخير البيان عن وقت الخطاب فذكر أمورا وهي تأخير الإسماع أي إسماع المكلف للبيان ثم ذكر بعدها تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان ثم ذكر بعدها المسألة الثلاثة وهي التدرج في البيان وكل هذه الأمور الثلاثة مبنية على المنع يقول الشيخ أولا يجوز على المنع أي على القول بأنه يمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب يقول يجوز على المنع تأخير إسماعي المخصص الموجود يعني يجوز أن الله عز وجل الجواز هو الجواز العقلي أن الله عز وجل يؤخر إسماع المكلفين قوله إسماع أي إسماع المكلف والمكلف المراد به المكلف الذي دخل في اللفظ المتقدم كالعموم المخصص يعني يؤخر إسماعه اللفظ المخصص للعموم الموجود عبارة الموجود هنا صفة للمخصص يعني أن الدليل المخصص موجود ونزل لكن الله عز وجل لم يسمعه للعباد إلا بعد ذلك وهذا يدلنا على مسألة قضية خفاء الحكم عن بعض الناس وتأخر علمهم به قوله عند الأكثر أي عند أكثر الأصوليين ممن جزم به أبو الخطاب وأبو البركات وقال بمثلح عندنا وعند عامة العلماء ذلك ثم ذكر المصلف أنه خال في هذه بعض المعتزلة فقال ومنعه وهو القول الثاني ومفاد قولهم أنه يجب أن يكون جميع الموجودين أن يكونوا عالمين باللفظ المخصص وجوبا وأن يسمعوه فكل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يسمعوا جميعا خطابه المخصص ولا يجوز أن يعلمه بعضهم دون بعضهم هذا كلام أبو الهذيل والجباء وهم من المعتزلة إذن هذا مفاد قولهم إسمعوا الجميع إلى البعض قوله ووافقا أي أن أبو الهذيل والجباء حينما قالوا لا بد من تعميم الجميع بالإسمع لكنهم استثناء من ذلك في شيئا واحدا وهو إذا كان المخصص عقليا قال ووافقا على المخصص العقلي أن يجوز أن يسمع الله عز وجل المكلفين الخطاب العام المخصوص بالأدلة العقلية من غير إسماعهم الدليل المخصص ولا يجوز إسماعهم الخطاب العام المخصص بالأدلة السمعية إلا مع إسماعهم الدليل المخصص معه وهذه المسألة يعني واضحة ويقولون أن الأدلة عليها منعقدة يعني يكاد يكون إجماعا فعلى سبيل مثال وهي مسألة يعني قد تكون مسألة الاعتقاد يقولون أن قول الله عز وجل ليصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين هذه عامة في جميع الأبناء أنهم يستحقون الإرث ثم إنها قد خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نرث وفاطمة رضي الله عنها لم تسمع المخصص فحين ذاك نقول ومع ذلك فإن هذا المخصص صحيح وإن لم تسمعه فاطمة رضي الله عنها ولم تعلم به هذا مثال وأمثلته كثيرة جدا فكم من الأحاديث التي خفيت عن بعض العلماء وهي مخصصة أو مقيدة خاصة من الصحابة نتكلم لم يعلموا بها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دلنا على تهافت قول أبي الهذيل والجباء في هذه المسألة نعم مسألة يجوز على المنع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي والمالكية نعم هذه المسألة في مسألة شبيهة بالسبقة في إسماع المكلفين الخطاب وهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخر إسماع الجميع كلهم لا يبلغهم في الأولى بلغ بعضهم وبعضهم لم يسمع والسماع إما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشر أو بالنقل عنه والرواية الثاني للأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أحدا يقول الشيخ يجوز عن المنع وسيأتي إن شاء الله التعليق على الجواز على المنع قال الشيخ يجوز عن المنع تأخير النبي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة يعني أنه يؤخر تبين الحكم كالتقييد والتخصيص إلى حين الحاجة قال عند القاضي أي القاضي أبي يعلى ووافق القاضي جماعة ممن وافقه من تلامذته ابن عقيل بل حكاه ابن عقيل عن الجمهور وذكر هذا القول المجد ونسبه لأكثر أصحاب الإمام أحمد وصحاحه جمع من المتأخرين كابن النجار الفتوح وغيرهم قال والمالك أيضا على ذلك ومنعه هذا هو القول الثاني وهو أنه لا يجوز تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إذا بلغه عليه الصلاة والسلام إلى وقت الحاجة قال ومنعه أبو الخطاب بن عقيل مطلق أبو الخطاب بن عقيل منع من ذلك قالوا لأن الله سلم مأمور بالتبليغ والأصل في الأمر الفورية فيجب من حين أن يعلم الله سلم بالمخصص أو يعلم بالمقيد فإنه يجب أن يبلغه لأمته ويمنع تأخيره ولو كان إلى وقت الحاجة هذا كلام أبو الخطاب بن عقيل في هذه المسألة وظاهر كلام أبو البركات لأنه نقل قول أبو الخطاب وسكت أنه يوافق قولهما لأن القاعدة عند الفقه والأصولين أن من نقل قول غيره وسكت ولم يعترض عليه أو يأتي برفض يدل على ضعفه كقوله قيلة ونحو ذلك أو ذكر فإنه يكون قولا له فإن مجرد النقل يعتبر قبولا بهذا الرأي وخاصة من أصحاب الوجوه الذين يعتدوا بقولهم واحتجاجهم قوله ومنع أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا قوله مطلقا أي باعتبار الحالتين سواء كان البيان لمجمل أو كان البيان لعام ومطلق يمكن العمل بهما إذن فقوله مطلقا ليشمل الحالتين بيان المجمل وبيان العام والمطلق فليس خاصا ببيان المجمل فقط الذي يتوقف العمل به على المبين له وإنما هو أعم من ذلك فإنه يشمل حتى المخصص والمقيد يقولون من الأمثلة التي تدل على تطبيق قول الجمهور أن الله عز وجل لما ذكر آية الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى هذا التخميس للغنيمة في كتاب الله عز وجل عام لم يستثن منه أحد ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء السلب لم يخمس السلب وإنما أعطاه كاملا لمن سلبه ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب التخصيص له طيب هذا التخصيص قالوا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم به فقد جاء عنه أنه قال بعد ذلك إن القاتل له السلب فتعبيره أو أن السلب للقاتل فهذا التعبير يدل على أنه لا يخمس لكنه كان متأخرا وإنما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من باب تأخير التبليغ مسألة يجوز على الجواز التدريج في البيان عند المحققين نعم يقول قول مصنف يجوز على الجواز أي على الجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وليس في تأخير الجواز عفوا جواز التأخير إلى وقت الحاجة الجواز أي الجواز إلى وقت الحاجة وليس الجواز عن وقت الحاجة نحن نتكلم في المنع والجواز في الجواز إلى وقت الحاجة وعن وقت الحاجة إذن قوله يجوز على الجواز أي الجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قوله التدرج بالبيان بمعنى أن يبين المجمل شيئا فشيئا وأن لا يبين مرة واحدة مثال ذلك قالوا لو أنه قيل اقتل المشركين ثم بعد فترة قيل اقتل المشركين المحاربين ثم بعد فترة قيل اقتل المشركين المحاربين بعد انقضاء الأشهر الحرم التي أنتم فيها ثم قيل بعد ذلك اقتل المشركين المحاربين بعد انقضاء الأشهر ثم زيد قيود أخرى بين فترة وأخرى فهذا يسمى التدرج قول المصنف يجوز على الجواز التدرج في البيان عرفنا معنى التدرج في البيان عند المحققين أي عند محقق أهل العلم وممن قال بذلك طبعا التعبير بعند المحققين هذه عبارة ابن المفلح أتى بها المصنف فإن ابن المفلح يقول عندنا وعند المحققين وممن جزم بذلك من أصحاب أحمد الموفق بالقدامة والشيخ تقي الدين وابن القيم في البدائع والمرداوي وتبعهم متأخرون كابل النجار ويوسف بن عبد الهادي وغيرهم وقول المصنف عند المحققين يدلنا على أن في المسألة خلافا وقد ذكر في هذه المسألة أقوال منها أنه لا يجوز مطلقا التدرج في البيان وإن قلنا بجواز تأخر البيان إلى وقت الحاجة عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وقيل يجوز التدرج في بيان المجمل ولا يجوز التدرج في بيان العموم وإن كان في بيان العموم خلاف التدرج فيه وقيل هناك أقوال أخرى لكن عامة أهل العلم كما ذكرت لكم على أنه يجوز التدرج وهذا التدرج كثير جدا مثل خمر تدرج فيها وهكذا من الأحكام المتعلقة بالتدرج مسألة وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان هذه المسألة هي مشهورة عند بعض الأصولين بأنهم يجعلون على هيئة سؤال فيقولون هل عدم المخصص شرط في العموم أم أن عدم المخصص معارض للعموم ما معنى ذلك يعني هل لكي نحكم على لفظ بأنه عام صياغ لفظا ودلالة أننا نبحث فننفي وجود مخصص أم نقول إن اللفظ الذي صيغته العموم تكون دلالته العموم إلا أن يرد عندنا معارض هذا هو معنى المسألة يقول المصنف وفي وجوب اعتقاد عموم العام يعني إذا جاءنا لفظ عام بأحد الصياغ العموم المتقدمة فهل يجب اعتقاد عمومه ويترتب على اعتقاد العموم يعني العمل به مباشرة كما سيذكر المصنف وقوله في وجوب اعتقاد العموم أي في حال من حين يأتيه الخبر العموم مباشرة قوله والعمل به أي والعمل بالعموم باللفظ العام قبل البحث عن مخصصه أي قبل البحث عن اللفظ المخصص هل يجب ذلك أم لا قال فيه عن إمامنا روايتان وهاتان الروايتان حكاها جماعة منهم القاضي وبنعقيل وسأذكر من أين أخذت هاتان الروايتان بعد قليل قال ولي أصحابنا قولا إذن العلماء لهم مسلكان قبل أن نذكر القولين القول الأول منه من يقول إنه يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال قبل البحث عن المخصص وحينئذ يقولون إن عدم المخصص ليس شرطا في العموم وإنما هو معارض والقول الثاني يقولون إنه لا يجب العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص ونفي وجوده فإذا بحثت عن المخصص ونفيت وجوده فحينئذ نقول يجب عليك اعتقاد العموم العام والعمل به ومعنى ذلك أو مؤدى ذلك أننا نقول إن عدم المخصص شرط للعموم فلا يكون اللفظ العام بصيغته عاما ببدلوله إلا إذا علمنا أو غالب على ظننا ست هذه المسألة أنه لا يوجد مخصص هذه المسألة فيها قولان نأخذها بسرعة قول الأول أو رواية الأولى كما ذكر مصنف قولان روايتها الرواية عن أحمد والقول عن أصحابه أو لأصحابه طبعا تعرفون الفرق بين القول وبين الوجه فحيث قلنا إنها قول فمعناه أنه قال به أصحاب أحمد وقد يكون رواية عن أحمد ولكن إذا قلنا وجه فمعناها أنها قول لأصحاب أحمد ولم تنقل من كلام أحمد إذن فلفظة القول واسعة تشمل الرواية وتشمل الوجه القول الأول وهي رواية عن أحمد أنه يجب الاعتقاد والعمل به في الحال وهذا قول أكثر أصحاب أحمد منهم أبو بكر عبد العزيز كتاب التنبيه القاضي بن عقيل الموفق الحلواني أبو البركات الطوفي وابن حمدان وكذلك القطيعي وجزم به كثير من أصحاب أحمد حتى قال مرداوي قال به أكثر أصحابنا أخذت هذه الرواية كما قال قاضي من ظاهر كلام أحمد وذلك أن عبد الله لما سأل أحمد عن قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال من الله وذكر له أن قوما يقولون لو لم يجأ فيها بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا فرد أحمد ذلك فقال قوله يصيكم الله في أولادكم كنا نقف عند ذكر الولد لا نورثه حتى ينزل الله ألا يرث قاتل ولا عبد قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا الحكم به أي بالعموم في الحال من غير توقف إذن هذه الرواية الأولى الرواية الثانية أنه لا يجب ذلك بل لا يلزم اعتقاد العموم والعمل به إلا بعد البحث والطلب عن المخصص ثم عدم الوصول له وعدم الدلالة إليه أي إلى المخصص وهذا القول اختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب ونسب للحلواني لأنه اختلف في نسبته للحلواني فالذي في المسودة أن الحلواني يرى القول الأول والذي في التحبير أنه يرى هذا القول ولكن انتصر لهذا القول الشيخ تقي الدين ابن تيمية فانتصر لهذا القول في المسودة في موضعين متواليين وذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي أبو يعلى كان في أول أمره يذهب لهذا الرأي ثم رجع للقول الثاني الذي حكيناه أولا قد أطال الشيخ تقي الدين على ذلك بل قال إن ألفاظ الإمام أحمد كالصريحة في نصرة الرواية التي اختارها أبو الخطاب ويقصد بذلك ما نقله صالح أن أحمد قال إذا كان للآية ظاهر ينظر إلى ما عملت السنة فهو دليل على ظاهرها فقوله ما عملت السنة يدل على أنه لا بد من البحث عن المخصص ثم يرجع إليه وهذا القول الذي قلت لكم إنه قول أبي الخطاب وقول الشيخ تقي الدين وغيرهم ذكر الجراعي أنه حكي إجماعا والحقيقة أنه ليس على إطلاقه وإنما يقصد به قول الآمدي اتفق الكل على امتناع العمل بموجب العموم قبل البحث عن مخصص وهذا ليس على إطلاقه لأن الآمدي بعد ذلك قال لكن اختلفوا في اعتقاد عمومه قبل ظهور المخصص ففرق بين المسألتين وقال الجرجاني إن سمعه من النبي عليه السلام على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا نعم قوله وقال الجرجاني هذا من أصحاب أبي حنيفة وهو أبو عبد الله الجرجاني قوله إن سمعه أي إن سمع الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه أي وجب اعتقاد العموم ووجب العمل به من غير توقف فيه وإلا فلا أي وإن سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان غير صحابيا أو صحابيا لكنه سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلزمه اعتقاد العموم بل يلزمه أولا التثبت ثم يلزمه أيضا البحث عن المخصص هكذا ذكر أبو عبد الله الجرجاني وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما قولان نعم هذه المسألة فيها شبه من السابقة وجه هذه المسألة أن الشيخ يقول الأدلة لها موجب مثل الأمر موجبه ومقتضاه الفورية ومقتضاه أيضا الوجوب والنهي موجبه التحريم وأيضا ما يتعلق بالفورية والتكرار وهكذا من الموجبات المتعلقة به يقول الشيخ هل كل موجب لدليل سواء كانت تحريم أو وجوب أو فورية أو تكرار أو غير ذلك المسألة التي مرت معنا هل يجب اعتقادها ابتداء قبل البحث عن المعارض أم لا هذه هي مسألتنا يقول الشيخ وهل كل دليل قوله كل دليل يشمل الأمر والنهي وغيرها من الظواهر وقصد أي موجب الدليل هل يلزم اعتقاد الموجب أي موجب الدليل وهل كل دليل يلزم اعتقاد موجبه وهو الفورية والتكرار مثلا والتحريم والفساد وغير ذلك من الأمور قوله كذلك أن يأخذ حكم السابقة من حيث أنه يجب الاعتقاد مباشرة أم لا كما هو ظاهر كلام إمامنا أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما قولان طيب أذكر هذه القولين ثم نرجع لكلام المصنف القول الأول في المذهب أنه يجب العمل بكل دليل سمعه المكلف قبل البحث عن معارضه فإذا جاءه الأمر امتثله على سبيل الوجوب حتى يعرف الصارف وامتثله على الفورية حتى يعرف الدليل أنه ليس على الفورية ومثله التكرار ومثله أيضا بما يتعلق بالنهي في الفساد وغير ذلك من الأمور وهذا القول نسبه ابن مفلح لبعض أصحاب الإمام أحمد ولم يسمه وقد جزم به أبو الخطاب واختاره الشيخ تقي الدين وانتصر له والقول الثاني أنه لا يلزم ذلك بل يلزم البحث طبعا أبو الخطاب هنا في هذه المسألة مثل قوله السابق فإنهم يقولون يلزم البحث عن المخصص فكذلك أيضا يلزم البحث عن كل دليل نعم قال أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما إذن القول الأول هو الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام أحمد أنه لا يلزم أن القول الأول أنه لا يلزم العمل بمدلول الدليل حتى نبحث عن المعارض ولا نجده هذا هو القول الأول الذي قدمه المصنف هو قول أبو الخطاب وغيره الأمر الثاني أو القول الثاني قول المصنف يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما وهذا القول هو قول يعني جماعة من أصحاب أمام أحمد ولم يسمى وعلى منع العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو يكفي غلبة الظن قولان نعم يقول المصنف هو على منع العمل أي على المنع العمل بكل دليل حتى يعلم عدم المعارض حتى يعلم عدم المعارض وهو الذي القول الأول الذي قال المصنف إنه ظاهر كلام أصحاب أمام أحمد هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم المعارض وهو الذي أخذ به الباقلاني أو يكفي غلبة الظن أي يكفي غلبة الظن بعدم وجود المخصص وهذا هو قول الأكثر يعني منهم الشيخ تقي الدين وقال بمثلح إنه قول ظاهر كلام أصحابنا وقاله الأكثر أن يكفي بحث يظن معه انتفاؤه وهذا هو الظاهر الشريعة كل مبنية على الظن وليست مبنية على الجزم والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر نعم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الظاهر فقال إن اللفظ الظاهر وقبل أن نبدأ بالظاهر لابد أن نعرف أن الأصوريين المتأخرين يصنفون الألفاظ إلى ثلاثة أقسام نص ومجمل وظاهر والمجمل سبق الحديث عنه في الدرس الماضي إضافة لما يتعلق بالمبين الذي تحدثنا عنه اليوم والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنا واحدا ولا يحتمل غيره ولم يفرده المصنف بالحديث وإنما هو مأخوذ من مفهوم كلامه الذي سيأتي بعد قليل وأما الظاهر فهو الذي يكون مقابلا للنص وهو الذي سيتكلم عنه المصنف بعد قليل يقول المصنف والظاهر حقيقة قوله حقيقة أي أن لفظ الظاهر في الاستعمال الحقيقي لا في الاستعمال المجازي لأنه قد يستعمل في استعمال مجازي على غير هذا المعنى قال والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر قوله هو يدلنا على أنه ليس اللفظ اللفظ يوصف بكونه ظاهرا والمعنى يوصف بكونه كذلك ظاهرا وإذلك عبر بقوله هو ولكنه حمله على المعنى فقال هو الاحتمال المتبادر أي المعنى المحتمل والمتبادر من اللفظ واستعمالا اللفظ المحتمل معين فأكثر هو في أحاديهما أظهر نعم قوله هو استعمالا أي وأما الظاهر في استعمال الأصوريين وكذلك الفقهة قال هو اللفظ فهو يطلق هنا في الاستعمال على الألفاظ المحتملة لمعنيين فأكثر تعبير المصنف بأنه اللفظ المحتمل لمعنيين وأكثر ليخرج النص فإن النص لا يحتمل إلا معنا واحدا كألفاظ الأعداد خمسة وستة وعشر لا تحتمل إلا هذا المعنى قال هو في أحدها أظهر تعبير المصنف هو في أحدها جعلها على سبيل التثمية كذا في الأصول الخطية وقد ذكر ذلك تبعا لمختصر روضة ومختصر روضة أخذها من الموفق فجعلها من باب التثمية فهو في أحدهما ولكن الطوفي لما شرح مختصر نفسه قال كنت قد ذكرت أنه على سبيل التثمية والأصوب أن يقال هو في أحدها لأنه قد يكون محتملا لأكثر من معنيين فالأصوب أن يقال هو في أحدها أي في أحد المعاني نعم وهذا يعني فيها نكتة وهو أن الإنسان مهما كتب كتابا أو قال أمرا فإنه لو رجع لكلام نفسه فإنه سيصحح كلام نفسه والطوفي كثيرا في شرحه لمختصر الروضة يصحح كلام نفسه لأنه لما رجع على كلامه بالشرح والتبيين تبين له أن بعض ألفاظه قد تكون أصوبة من بعض فلذلك رجع عن هذا المعنى نعم قول مصنف هو في أحدها أظهر أيضا لما ذكرها الطوفي رجع عنها بعد ذلك فقال التعبير بأن الظاهر في أحد معانيه أظهر يرزم منه الدور ولكن لو قال هو في أحدها أرجح لكان أصوب لكان أصوب ثم زاد بعد ذلك فقال لو قال أرجح دلالة لأن قد يكون الرجحان باعتبار رتبه القوة وقد يكون باعتبار الدلالة فذلك صوى بالطوفي أن يقال هو في أحدها أرجح أي دلالة ولا شك أن المؤلف يعني أمامه أربعة كتب أساسية أحد هذه الكتب الأربعة مختصر الطوفي فإنه كان يستفيد منه بعض الجمل بنصها تماما من غير تغيير نعم أو ما بادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره نعم قوله أو هذا تخير في التعريف أي أن تعريف الظاهر بأي من التعريفين صحيح ولم يرجح أحد التعريفين لأنه لم يقول قيل ولم يقول غير ذلك من الدلال التي تدلع تضعيف التعريف الثاني قوله ما بادر منه أي اللفظ الذي بادر منه عند الإطلاق أي عند إطلاقه فيخرج من ذلك ما يتبادر به المعنى بدون إطلاق وإنما يكون المعنى مأخوذ من القرينة المصاحبة له وهو الذي تقدم معنى وهو المجاز فإن المجاز إنما يعرف معنى باعتبار قرينته ولا يأخذ الحكم منه من لفظه وإنما بالقرينة المصاحبة له نعم قوله ما بادر منه عند الإطلاق معنى قوله ما بادر عند الإطلاق معنى يخرج ما لا يتبادر منه معنى مطلقا وهذا ما سبق معنى فالدلس المضوه المجمل فإنه لا يتبادر منه معنى فلا يكون ظاهرا قال مع تجويز غيره أي تجويز غيره من المعاني ليخرج النص إذن فقوله ما بادر منه عند الإطلاق يخرج المجاز فإن المجاز لا يتبادر عند الإطلاق وإنما عند القرينة وقوله عند الإطلاق معنى ليخرج المجمل لأن المجمل لا يتبادر منه معنى وقوله مع تجويز غيره ليخرج النص لأن النص يحتمل معنى واحدة من غير تجويز لمعنى آخر طبعا ثم شرع المصنف في حكم الظاهر فقال ولا يعدل عنه إلا بتأوين نعم هذا هو حكم الظاهر أنه يجب العمل به ويجب الأخذ بدلالته وعبر المصنف لا يعدل عنه ليشمل الأوامر والأحكام ويشمل أيضا الأخبار فإن الأخبار يجب التصديق بها ولا يجب الخروج عنها إلا بتأوين وسيتكلم المصنف عن معنى التأوين طيب معنى التأويل العلماء رحمه الله تعالى يقولون أن التأويل قبل أن يتكلم المصنف عنه التأويل جاء لمعنى ييني معنى عام وهو الذي ورد به النصوص الشرعية وهو التفسير وليس هو المراد عند الأصوريين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم ثقهه في الدين وعلمه التأويل فهذا ليس مرادا عند الأصوريين وإنما الأصوريون قال وهو صرف اللفظ عن ظاهره لذيذ يصير المرجوح به رانجحة نعم قوله وهو يعني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الظاهر كما تقدم معنى هو المعنى المتبادر عند الإطلاق مع تجويز غيره هذا هو الظاهر فيكون هو المعنى الراجح فيصرف عن المعنى الراجح لمعنى مرجوح المعنى الراجح عند الإطلاق وليس مطلقا وإنما عند الإطلاق قوله لدليل أي أنه لا يمكن أن يصار للمعنى المرجوح إلا بدليل وهذا الدليل يسمونه دليل التأويل وهذا الدليل تارة يكون قويا فيكون التأويل قويا وتارة يكون ضعيفا فيكون الدليل ضعيفا وتارة يكون متوسطا بين القوي والضعيف فيكون متوسطا وسيأتي في كلام مصنف وذلك مسألة عن الحديث عن دليل التأويل من أهم الأمور التي تعرف بها صحة المعنى قول يصير المرجوح به راجحا يصير المرجوح به قبل ورود الدليل راجحا بعد وروده وهذا الدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا وقد يكون قرينة وقد يكون ظاهرا وذلك له أنواع كثيرة جدا متعلقة بهذا الدليل وذلك يمكن أن ينظر فقط لدليل التأويل بنظر متعدد ويقسم تقسيمات متنوعة ثم قد يبعدوا الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل أقوى نعم بدأت كلام مصنف رحمه الله تعالى عن أنواع التأويل وأنها ثلاثة تأويل قوي وتأويل ضعيف وتأويل متوسط وهذه القسمة الثلاثية إنما هي على سبيل العموم فليست مجرد ثلاثة أقسام بل إن القوي درجات والمتوسط درجات والضعيف كذلك درجات فمنهما هو في غاية الضعف ومنهما يكون ضعفه قريبا وهكذا إذن لكن التقسيم هنا من باب التقسيم العام أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعرف قوة التأويل وضعفه باعتبار أمرين الأمر الأول بعد الاحتمال قال ثم قد يبعد الاحتمال والأمر الثاني الدليل الذي دل على التأويل وهو الاحتمال البعيد هذان الأمران هما اللذان يقوى بهم التأويل ويضعف فإن كان الاحتمال بعيدا والدليل ضعيفا فإنه يكون في غاية الضعف ذلك التأويل وإن كان الاحتمال قريبا والدليل عليه قوي فإنه يكون في غاية القوة حين ذك وهكذا وهذه هي نظر الفقه في الأحكام ونظر غيره فيما يتعلق بالألفظ يقول المصنف ثم قد يبعد الاحتمال وهذا البعد قد يكون في غايته وقد يكون في قربه يعني ليس بعيدا جدا وإنما توسط فيحتاج في حمل اللفظ عليه أي على ذلك المعنى المؤول إليه إلى دليل أقوى يعني فيكون دليلا قويا جدا لكي يكون ذلك الاحتمال مقبولا لكي يكون مقبولا فيجبر قوة الدليل فتجبر قوة الدليل بعد الاحتمال بعد الاحتمال فحينئذ يدل ذلك على إبعاد الظاهر والأخذ بالدليل الذي أول عليه أو المعنى الذي أول عليه نعم قد يقرب فيكفيه أدنى دليل قد يقرب أيها قد يقرب الاحتمال فيكفيه أدنى دليل فيقبل لكن لو كان الدليل قويا لقويا التأويل حين ذاك وقد يتوسط فيكفيه مثله طبعا قوله وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل أيضا مثل ما قلت لكم قبل هذه أخذها المصنم من الطوفي ثم أن الطوفي في شرحه لكتاب نفسه اعترض على هذه الجملة وقال إن هذا الإطلاق ليس بجيد واعترض عليها بكلام طويل يمكن الرجوع إليه هناك قوله وقد يتوسط أي يتوسط الاحتمال بين البعيد وبين القريب فيكفيه مثله أي فيكفيه الدليل المتوسط ثم ضرب أمثلة نأخذها على سبيل السرعة فمن التأويل البعيد تأويل حنفية قوله لغيلان بن سلم حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعن وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل والمتبادر من الإمساك الاستدامة والسؤال وقاعا نعم بدأ المصنف بذكر مثال للتأويل البعيد الذي هو بعيد في احتماله ولم يدل عليه دليل قوي قال مثاله تأويل الحنفية وهذا نص عليه في أكثر الموضع وما يدل على ضعف هذا التأويل أنهم مترددون فيه لم يجزموا بأحد هذه التأويلات وذلك يقولون إن هذا الحديث يحتمل أكثر من تأويل ثم قالوا لما احتمل أكثر من تأويل سقط به الاستدلال لوجود هذا الاحتمالات يقول قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة حين أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن من تأويلات الحنفية ذكر المصنف تأويله التأويل الأول أول قولنا بس سلم أمسك منهن أربعا على ابتداء النكاح فيكون معنى قوله أمسك أربع كأنه قال أمسك أربعا بأن تبتدئ نكاحهن فأربع منهن أنشأ عليهن عقدا جديدا أنشأ عليهن عقدا جديدا وأما سائرهن فإنك ستفارق الجميع ولن تنشأ على سائرهن عقدا جديدا طبعا هذا تأويل يعني بعيد لكن نذكر لكم دليل الحنفية بسرعة وإن كان الوقت قد ضاق ذكر دليل الحنفية على هذا التأويل القدوري في التجريد فقد ذكر أن هذا عبارته هو أن الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العقد المجدد يعني جدد عقدا جديدا هذا معنى المجدد يعني جدد إنشاء العقد قال لأنه قال في خبر غيلان اختر منهن أربعا وفارق سائرهن قال فهذا يدل على أنه أراد الفرقة التي تسقط بها أحكام النكاح الأول فلم يبقى لاختيار إلا بتجديد العقد عليهن وتكون فائدة التخصيص فيه أي تخصيص هؤلاء الأربع لألا يظن ظن أن العقد الفاسد لما وقع عليهن في حال الشرك حرمنا على التأبيد يعني مؤدى ذلك يقول إنه لما كان بعض النساء ليس بعضهن أولى ببعض من الإمساك دل ذلك على أن الجميع مفارقات وحينئذ فنقول يحمى القول الله سلم على قوله أمسك منهن أربعا على أنشأ عقدا جديدا لأربع فيكون من باب لما كان الحكم فيهن متساوي فالقياس بين النساء سوية فيكون إن شاء لعقد لا ابتداء لعقد وهذا التأويل الذي ذكره الحنفي الحقيقة هو يعني رد عليه في كتب الخلاف في رؤوس المسائل بردود كثيرة جدا حتى أجيب عنه بنحو من عشرة أوجه وأنه في غاية البعد في الدلالة للمعنى وفي الدليل الذي أتوا به الاحتمال الثاني وإن كان قال به بعض الحنفية ولم يقل به جميعهم قالوا يحتمل إمساك الأوائل يعني كأنه الله سلم قال أمسك أول أربع نسوة منهن فقط دون ما عداهن والخامسة والسادسة والسابعة من حيث عقد النكاح فارقها قالوا لأنه فيحمل قوله أمسك منهن الأربع الأوائل لكن أيضا هذا ضعيف فإن قوله أربع نكرة في سياق إثبات فليست مخصصة بالأوائل لو قال الأربع ممكن هذا واحد ثانيا أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن غيلان فارق الأول وأمسك الأواخر فأراد الحنفية أن يجيبوا فقالوا هذا كان منه قبل علمه بفهم الحديث هذا غير صحيح هو المخاطب بالحديث فكيف لا يفهمه وقد علمهن يسوه سلم فيكون قد اختار الأوائل وأمسك الأواخر فالمقصود من هذا أن هذا التأويل بعيد من حيث دلالة المعنى ومن حيث الدليل وذلك يقول المصنف والمتبادر من الإمساك أي من لفظ الإمساك الوارد في قولهن يسوه سلم أمسك منهن أربعا الاستدامة وهذا هو دلالة اللفظ الاستدامة للابتداء فإن الإمساك يكون لما كان مستديما في اليد وليس لما تبتد به وذلك إبراهيم عليه السلام قال لأوصى ابنه إسماعيل أن يمسك عليه عتبة دارة ليس معنى أن يتزوج وإنما يبقي زوجته قال والسؤال وقع عنه هذا دليل على عدم التأويل البعيد الذي أتوا به وهو أن السؤال إنما كان عن نسوة التي كنا معه لا على إنشاء عقد عنه عليهن جديد نعم ومنه أي تأويل البعيد ومنه تأويلهم تأويلهم أي الحنفية أيضا فإنما أيضا طارقوا أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة ثم صدهم فله المهر بما استحدى من فرجها إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأويله على المكاتبة نعم هذا هو التأويل البعيد قال ما جاء النبس وقع عنه قال أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ذكر جماعة من الحنفية أن المراد بهذا العموم أي ممرأة المراد بها الأمة فقط دون معدها ولم يجعلوه عاما في جميع النساء فهيكون مراد نسوه بأي ممرأة أي ما أمه لماذا قالوا ذلك قالوا لأن النبس وقع عنه نكحت نفسها بغير إذن وليها فدل على أن تلك المرأة ليس لها أن تتصرف في نفسها بغير إذن وليها وليست امرأة لا تتصرف في غير نفسها بإذن وليها إلا الأمة فإن الأمة لا يجزء أن تصرف مالها ولا أن تؤجر منفعتها له الوقت فتعمل عند غيرها أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا إلا بإذن وليها ومن ذلك النكاح فنقول إن الأمة وحدها هي المراد بهذا الحديث أي ممرأة أي أمة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل لأن الأمة وحدها هي التي عليها الولاية المطلقة قال ثم صدهم أي ردهم على يعني اعترض على تفسيرهم تتمت الحديث وهي فلها المهر بما استحل من فرجها قالوا الأمة ليس لها مهر وإنما مهرها إذا أرادت الزواج إنما يكون لسيدها فليس لها الملك قال فتأولوه على المكاتبة لأن المكاتبة تملك عندهم وتأولوه أيضا تأويلا آخر بأنه يكون لسيدها ثم سيدها يملكها إياه وهذا تأويل بعيد جدا كذلك وذلك يعني هذا الحديث أقوى ما يمكن رده عند الحنفي أن يقال إنه ضعيف وهو الذي كان عليه أحمد في أول أمره ثم ثبت له صحته بعد ذلك وأما تأويله فإن هذا التأويل في غاية البعد نعم آخر مسألة وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم لا صيام وأقرب من هذا التأويل مع بعده يدل على أنه متوسط مع بعده أي أننا نرجح خلافه نعم قوله تأويلهم أي تأويل الحنفية كذلك حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل نعم على على القضاء والنذر المطلق لوجوبها بسبب عار يعني فالحنفية يقولون إن لزوم التبيت الصيام من الليل إنما هو خاص بالقضاء فقط والنذر المطلق دون النذر المقيد بيوم معين بعينه ودون الصوم الفرض ومباب أولى أيضا دون صوم النافلة علّلوا ذلك وهو دليل يعني دليل الحنفية قالوا لوجوبها بسبب عارض وعلى ذلك فإنهم يكونون قد خصصوا عمومة هذا الحديث بصوم النذر والقضاء النذر المطلق والقضاء فقط فقالوا بوجوب تبيت دون يعني تبيت باقي الأيام لأن وجوبها لسبب عارض على اليوم لأنه يجوز أن يؤجل هذا الوجوب ليوم آخر وهذا طبعا ذكر مصنف أنه بعيد لأن الأصل في الحديث الإطلاق العموم ويشمل كل صوم واجب وإنما استثنين الصوم من منذوب لأنه صلى الله عليه وسلم نكون أنهينا بحمد الله عز وجل المبين وتحدثنا أيضا كذلك بحمد الله عز وجل عن الظاهر نبدأ في الدرس القادم من شئة الله عز وجل بالحديث عن المفاهيم الصلاة عز وجل الجميع التوفيق السداد وصلى الله وسلم عن نبينا محمد أخونا يقول ما أفضل كتاب معين لتطبيق المهارات الأصولية أو تخريج الفروع الأصول وتنسيقها الحقيقة من أحسنها كتاب عند الحنابلة ابن اللحام هذا واحد وأما عند غيرهم فقد وجد في المذاهب الأربعة كتب فعلى سبيل المثال الشافعية عندهم كتاب التمهيد للإسنوي في تخريج الفروع الأصول وهذا الكتاب حقيقة يبدو أنه كان بين يدي ابن اللحام فواضح أن ابن اللحام قد استفاد منه في بعض المسائل فنقل قول الشافعية وخلافهم منه عند المالكية شهر كتاب الزنجاني وكتاب التلمساني كذلك عند الحنفية أيضا هناك كتاب اسم تيسير الرسول كذلك في هذا الباب أحسن طريقة لتطبيق القواعد الأصولية شروح الأحاديث اعتني بشروح الأحاديث والحقيقة أن أهم كتاب بمعنى الكلمة سأذكر لك من قال من أهل العلم ذلك أن أهم كتاب يعنى بتطبيق القواعد الأصولية على الألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أجودها كتاب إحكام الأحكام لبن دقيق العيد هذا الكتاب الحقيقة من أجود الكتب إن لم يكن أجودها على يعني 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 قلة حجمه وعباراته ممن نبه لهذا المعنى المقبلي اليماني في بعض كتب فقد ذكر أن الشاخه يقولون من أراد تطبيق القواعد الأصولية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتدرب بإحكام الأحكام وهو على اسمه إحكام للأحكام يزيد هذا الكتاب جمالا ويزيده تطبيقا الصنعاني أو حاشة الصنعاني المسمى بالعدة فقد طبعت مع أصله في أربعة مجلدات طبعة القديمة وسمعت أنها طبعة طبعة جديدة أيضا الصنعاني أجاد الحقيقة وقد يعني ألف كتابا تعرفونه اسمه إجابة إجابة السائل أو السول أظن إجابة السائل اسم كتابه وكتاب الصنعاني من عجيبه أنه اختصار لكتاب تلميذه فإن الصنعاني له أحد تلميذه غاب اسمه عني الآن ألف كتابا ضخما وجد الآن ويعمل على تحقيقه في أصول الفقه قيل كتبه في السجن ودائما المكتوب في السجن فيه ميزة وعيب ميزته أنه ليس نقلا فأغلب الذي يكون عنده كتب ينقل العبارات كماهي فقد يكون جزء كبير من كتابه إن لم يكن جميع كتابه نقولات أما هذا الذي يملي من صدره ومنهم من دقيق العيد أو الذي يكون في سجن ليس له كتب في الغالب أنه يأتي بفهمة فيكون يعني فيه إن صح التعبير يعني جدة لا من حيث سبك العبارة وإن كان المعنى مسبوق إليه أو ربما تفريعات جديدة عيبه أنه عندما يكون بعيدا عن كتبه فإنه يكون ربما أخطأ ووهم وذلك شهر عند فقهاء الحنفية أن كتاب المبسوط للسرخص ليس معتمدا قالوا لأنه ألفه في سجنه لما سجن في في بئر كذا قالوا لا أدري عن صحة ذلك ما أدري إن كان ألف هذا الكتاب الذي طبع في الطبع القديم الطبع المصري القديم في ستة عشر مجلدا فهذا رجل يعتبر من من فلتات الزمان إن صح ذلك على ما فيه من نقول كلام محمد بن حسن بن نص إذن العناية بكتب الحديث مهمة من أهمها هذا الكتاب من الكتب التي عنيت بالقواعد على نتكلم عن البخاري مثلا عندك الكرماني عني بالقواعد وبن حجر أيضا عني بالقواعد الأصولية هذا يعني يعتنون بالقواعد الأصولية كثيرا جدا كتب الفقه التي تعنى بالأدلة تعنى بتطبيق القواعد الأصولية في ظني أن من الكتب التي طبعت مؤخرا على مذهب الشافعية لكنها لم تكمل إجادة مؤلفها غاية غاية الإجادة في هذا الباب مع سعة اطلاعه على الكتب وهو الأذرع وهكذا ينطق بفتح الألف كثير من الأخوان نطقها بالضم الأذرعي ليس كذلك وإنما هو الأذرعي بفتح الذين هو كتاب اسمه قوت المحتاج طبع بعضه والباقي مفقود هذا الكتاب الحقيقة يعني فيه من تخرج على القواعد الأصولية الكثير فيه من تحرير الألفاظ الكثير وأنا ناقل أبرأ من عهدة هذه الكلمة أن الحافظ بالحجر نقل أن البلقيني لما ألف كتابه الذي هو يعد أشهر كتبه وهو تصحيح المنهاج أنه لما أراد أن يؤلفه أته أحد طلابته بفائدة فقال من أين هذه الفائدة قال من كتاب الأذرعي الحلبي هو من جنوب من الجنوب الشام ثم سكن حلب بعد ذلك قاضي حلب قال فاستعار منه قوت المحتاج قال وما كان في تصحيح المنهاج فهو منه ذكر ذلك الحافظ في بعض كتبه أضمن في إنباء الغمر أو في غير نسية الآن فهذا الكتاب هو الذي في ذهن الآن أنه من كتب الجيدة في التطبيق على مذهب الشافع مذهب أحمد من الذي منعنه بتطبيق القواعد الأصولية يعني حقيقة وفيها تميز لكن لكثرة كتبه قد يحتاج إلى تعب الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين يعني في فهمه للأصول جيد وتطبيقه وتطبيقه لها جيد لكن لو جمعت في مكان واحد ربما كان سهل على طلبة العلم من أصحاب أحمد بن عنو الموفق كثيرا ما يعتني بهذا الباب المغني و ابن المنجة التنوخي تقي الدين ابن المنجة التنوخي في الممتع أيضا عني بذلك يعنيه واضح جدا وذلك تجد أن المرداوي يذكر اختيارات إن صح التعبير تسميها في اختيارات ابن المنجة نقلا عن الممتع مر علي أكثر من موضع عند المرداوي في التحبير ينقل أقوالا أصورية لابن المنجة أصلها موجودة الممتع وهذه ميزة فيه جيدة وغيرها يعني كتب الشروح عموما لكن ذكرت لك أمثلة وليس على سبيل الحصر أو على سبيل التفضيل لغيرها ما فهمت هذا يعني التعبير بهو لعلي أتأملها بعد ذلك أحد الأخوان يقول هل يقدم حفظه البلوغ على عمدة الأحكام أنت حر بحسب نشاطك لكن عادة يقول ابدا بالسهل لكي يعطيك يعني دفعه للأقوى فالعمدة أسهل أحاديث وأسهل في التخريج كلها في الشيخين عند الشيخين بينما البلوغ يخرج من الستة أصلا وفيها أيضا آثار وأكثر عددا ربما تصل إلى الضعفين لكن كل إنسان أعلم بنفسه يبدأ بما يشاء هل يجوز نقل الفتوى العلماء تكلموا عن نقل الفتوى وأطالوا لو ترجع لأي كتاب فقالوا إن الذي ينقل الفتوى يجوز له لكن بشرط أن يكون عالما بالفتوى وأن يكون عالما بالمنقول له لأن بعض الناس قد ينقل شيء يظنها سوى مع وجود الفارق والعلم بالفتوى بأن يعرفها ويعرف قيودها وكثير من الناس وهذا موجود يقول في تطبيقه مثلا عندما ينظر للنت فيجد فتوى لزيد أو لعمر من الناس فيظن أنها تنزل على حاله هو أو على حال غيره وهي الحقيقة تختلف عنها كثيرا جدا جدا أما بسبب عدم فهمه للمسألة أو عدم فهمه للعبارات أولا أو لعدم فهمه للمسألة ثانية يعني هذه المسألة يعني دائما نكررها فلعلي أقف عندها صلى الله وسلم ومباركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر